فأذن بدأت شركة S&P Capital بتغطية سهم جمجوم فارما مع تصنيف محايد وسعر مستهدف عند 176 ريال للسهم أي أقل بـ 5% عن آخر سعر إغلاق لذلك التوصية الحيادية لأن السعر الذي هو من المفترض 12 Month Price Target أقل بـ 5% من سعر إغلاق يوم أمس فأذن يقول التقرير أن جمجوم فارما تعد لعبا رئيسيا بقطاع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر العديد من الفئات العلاجية يتوقع S&P Capital أن تسجل جمجوم فارما نموا سنويا مركبا للأرباح خلال السنوات الخمس المقبلة بـ 13.2% لتصل الأرباح إلى 545 مليون ريال بحلول العام 2028 أيضا تتوقع S&P Capital أن تسجل إرادات جمجوم فارما نموا سنويا مركبا بحوالي 12% 11.9% خلال 5 سنوات لتصل إلى مليار وتسعمائة وثلاثين مليون ريال بحلول العام 2028 مدى عن تقييم السهم سهم جمجوم فارما يتداول حاليا عند مكرر ربحية مستقبلي لأرباح 2025 يعني فورو البيئي على أرباح المتوقعة للـ 2025 عند فوق 33% عذرا 33 مرة وهذا أعلى من متوسط مكرر ربحية القطاع الذي هو عن 29.4 مرات يعني القطاع ككله تقييم مرتفع وجمجوم فارما تقييم أعلى من ذلك وبحسب تقرير S&P Capital فتخطط جمجوم فارما لتوسيع وجودها في أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع استكشاف الفرص في مناطق أخرى أيضا تهدف إلى تنويع محفظات منتجاتها والاستفادة من مجالات علاجية جديدة حاليا لدى جمجوم فارما منتجات متنوعات تضم أكثر من 139 علامة تجارية عبر 9 فئات علاجية وتمتلك أيضا الشركة حوالي 66 منتج جديد بالـ Pipeline قيد الأعداد منها 14 منتجا قيد المراجعة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء نلقي نظرة على أداء سهم جمجوم فارما منذ مطلع العام الجاري ارتفاعات أكثر بكثير هذه أداءه اليوم اليوم على ارتفاع بـ 1% ولاحظوا منذ مطلع السنة المكاسب كنا قريبين من مستويات الـ 118 تقريبا ونحن اليوم عن 187 فإذا ارتفاعات 63% على السهم منذ مطلع العام فإذا سيكون لدينا